موسيقى السلام عليكم أصدقاء الصغير الصغار من الصفة الرابعة مادة سوسيال انتهينا في الدرس الماضي من فقرة بعنوان فرق ضيم فرق للك لراسي قليم اليوم سنتابع في هذا الموضوع ونقرأ سوية شعر بعنوان فرق للك لار فيبر لك تي لك لار شعر جميل وبسيط ونترجم مع بعض سنقرأ مقطع مقطع ونترجمه ونفهمه إن شاء الله المقطع الأول العنوان هو فرق للك لار فيبر لك تي لك لار يعني الاختلافات والأشياء الجماعية مع بعضنا البعض بر لك تي لار التعايش أو العمل الجماعي أو التشابه نقول التشابه البتة هبمزن فرق لبير يانه وار بر لك تي يشدهمز بير دنيا دا هبمز فرق لير لار دي يشساك دا بير بر مزي كار شدودومز بير سايق وار هذا مقطع من هذا الشعر البتة هبمزن فرق لبير يانه وار يعني كلنا أكيد البتة قطعيا كلنا هبمزن فرق لبير يانه يعني كلنا يوجد عندنا جانب مختلف يعني أنا مو مثلك أبدا نصخ لصق لا نحنا كلنا لنا جوانب مختلفة عن بعضنا البعض بير لك تي يشدهمز بير دنيا دا نحن نعيش مع بعض في دنيا واحدة بير لك تي في هذه الدنيا التي نعيش مع بعضنا البعض هبمز فرق لير لار دي يشساك دا يعني لو كلنا نحنا كلنا لو عشنا في أماكن مختلفة بير بير مزي بير بير مزي كارش دو يدو مز بير صايق فار نحنا لبعض لدينا احترام لبعضنا البعض يعني هذا شعر جدا بسيط وجميل البتة بمزين فرق لبير يانه فار هون يعني كلنا لنا جوانب مختلفة ونعيش في دنيا واحدة هذه الدنيا التي نعيش عليها مع بعض بير لك تي واذا يشساك يعني لو عشنا في أماكن مختلفة كلنا لكن يجب علينا ولدينا احترام لبعضنا البعض دشنجلار ارقلار دلار بزي بير بير مزي دان ايران ازاليك لار تكبير ارتك ينمز بزم انسان olmامز يعني مشاعرنا المشاعر ارقلار العرق تبق العرقنا المختلف دلار يعني اللغات المختلفة ما يميزنا عن بعضنا البعض ايران ازاليك لار ما يميزنا عن بعضنا البعض هو العرق والدين والافكار ما يميزنا بير بير مزدان ايران ازاليك لار الخصائص او الاشياء التي تميزنا عن بعضنا البعض هي اللغات والعرق والافكار تكبير ارتك ينمز تكبير ارتك ينمز يعني لدينا شيء مشترك واحد بزم انسان olmامز وهو المشترك هو الانسانية بزم انسان olmامز لدينا شيء مشترك وا شيء واضح يربطنا مع بعضنا البعض وهو الانسانية بزم انسان olmامز اولاد لدينا شيء مشترك ايقا بيكتش أولرسك إيار هار إشي يابا بلرس برابار بيرلكتكوفاند يزهب بميز يعني نحن جميعا في أمان مع بعضنا البعض فارق للكلار لا أنلش اليور أزالك لرمز يعني خصائصنا تفهم مع الفروق مع الفروق يعني شو الشي اللي بميزنا عن بعض هي الفروق فارق للكلار لا أنلش اليور أزالك لرمز يعني خصائصنا تفهم مع بعضنا البعض بالفروق بيكتش أولرسك إيار ولكن إذا أصبحنا قوة هار إشي يابا بلرس برابار ممكن أن نفعل أي شي مع بعض بيركتش أولرسك إيار هار إشي يابا بلرس برابار يعني إذا أصبحنا قوة واتحدنا ممكن أن نفعل أي شي مع بعضنا البعض Neden? El ele tutuşmalıyım. Önümüzdeki engel. Önümüzdeki engel. Farklılıklarımız olamaz. Hadi beraber olalım yine. Hep birlikteyiz. Bunu unutmayalım. Önümüzdeki engel. Farklılıklarımız olamaz. Yani. العقبات التي تكون أو تواجهنا. هي ليست فروقنا. مستح swollen. علماز. العقباتنا لا يمكن أن تكون خلافاتنا. Hadi beraber olalım yine. Hayya من جديد لنكون مع بعض. لنكون ونتحد من جديد مع بعضنا analytic들. يعني دعونا لا ننسى اننا دائما مع بعض. يعني هذا الشعر جدا حلو بيخلي الانسان مع اصدقائه ومع الناس الاخرين يتحدوا يكونوا قوة مع بعضهم البعض والفروق لا يعني انو نكره الاخرين اذا في اي شي بيختلف عنه. شيري قري فارك لي في ارتك يان لارمز نلار در. يعني شو هي الجوانب المشتركة والمختلفة حسب الشعر. شاعر انسان لاردان نلار استمكتدر. يعني الشاعر شو اراد من الانسان. بري لارن بري لارن فارك لي ازالك لاري صاحب والمالرن صالة يجاو فايد دلار نلار والابيلر. ما هي يعني الفوائد التي تمكننا ان نكون صاحبين خصوصيات مختلفة لكل واحد على حدة. يعني هون الشاعر بده انا نستفيد من الشاعر انو نكون قوة واتحاد ويكون لالفرق للكلار يكون لالاختلافات اشياء وهوادف هدف مهم لحياتنا. ما نحس انو الفروق هي شيء سيء لا بدنا نحس انو هو ايجابي. يعبنز حليا نعمل هذا الشيء. مختلفة عن احترام الفروق او الاختلافات وانتم ايضا سيزدي وانتم ايضا بوقنوا بهذا الموضوع الشي المتعلق بهذا الموضوع موضوع الفرق للك موضوع الاختلاف ايكي تنم يضنز وانتو كمان عملو تعريفين بدون يعنا نعرف الفرق للك لرصايق احترام الفروق في نقطة ليرل يضنز واكتبوهن في هذا الفراغ المنقطة نقرأهن هنا شو كتابو لنا فرق للك لرصايق احترام الاختلاف فرق للك لرزينجين لك اولاراك قريب المكتدر يعني الاختلافات ممكن ان ينظر اليها بشكل بانها ثروة الاختلاف هي ثروة اختلاف بين العالم هي برأيي ثروة يعني اذا كان كل الاشخاص نفس الصفات والشخصية فهذا شيء غير جيد فالفروق هي ثروة في المجتمع انسان او دوش طانجلان ديار لرينيقوري كابولان ماكتدر يعني القبول القبول حسب وفقا لقيام الانسان الفطرية يعني حسب قيم الانسان الفطرية كيف هو خلقان يجب ان يقبل بهذا الشيء قبولان ماكتدر يجب ان او القبول هو انك الاخرين او قيم الاخرين الانسان الفطرية هي هذه الاختلافات تكون في حسب كل واحد كيف هو فطرته وكيف هو انخلق دوش طانجلان يعني من الصغر او من الولادة يعني وان ندرك ندرك ان الجميع يعيش حقائقهم الخاصة بهم احترام الفروق عم بقولنا تعريف احترام الاختلاف انك انت تدرك وتكون محترم تدرك ان الجميع يعيش هاركسن يشضون يعيش الحقائقهم الشخصية كل واحد كيف بيحب يكون هو هذا لازم نحترمه ونكون نحن مدركين لهذا الشيء ونحترم اختلاف نحن خلينا نكتب تعريفين مثلا انا بقول فرق لذكر رصايقي احترام الاختلاف بقول طبلم اتشار بيرليك بيربار لك دويق سنو جلش ترير يعني تطور الشعور بالوحدة والتضامن في المجتمع تطور الشعور بالوحدة والتضامن في المجتمع اذا انت احترمت انو الاخر مختلف عندك فانت متطور بشعورك بالوحدة والتضامن يعني هو عنده اختلاف فانا هذا الشي ما بيدرني لا يكون متضامن معه بالمجتمع وما انعزل عن حدا لانو الاخرين مختلفين نكتب الثاني او احكي لكم عن الثاني اللي كتبت تعريف الاختلاف بزلرن بزلرن كارش لك ل إلش كيلار دي قتش لان منز صالام صالما اقتدر يعني تمكننا احترام الفروق من تعزيز علاقاتنا المتبادلة إذا أنا احترمت اختلاف الآخرين لح احسن عزز علاقتي لح احسن فوت بالعالم احسن يصير اجتماعية معهم يعني تمكين تعزيز علاقاتنا المتبادلة نكتبهم مع بعض التعريف الأول منقول طابلون طابلون يعني المجتمع اتشار رند اتشار رند اتشار انا يمكن النقاط ما عم تنوضي عندي بسبب الكيبورد بس انتو اكيد لح تعرفو بير بير لك و بيرابر بيرابر لك دويقسو دويقسو جلش ترير يعني اذا احترمنا الفروقات والاختلافات يبيتطور عنا الشعور بالوحدة والتضامن في المجتمع لنعرف التعريف الثاني اللي حكيته ولا انا ولا اكتبه شو هو احترام الاختلاف انه من قل بيز لرين بيز لرين كارشل 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 قوة اشتركوا في القليل يعني تمكننا من تعزيز علاقاتنا المتبادلة إذا احترمت الاختلاف عند الآخرين لحيصير شو تمكنك من تعزيز العلاقات المتبادلة بينك وبين الآخرين هاي نحنا كتبنا تعريفين مع بعض تحسنوا تكتبوهن عنكم على الكتاب في النقاط في هذه الفراغات هلأ نحنا اليوم منكون انتهينا من الوحدة الأولى وحدة المجتمع والفرد برييفة طبلوم الفرد والمجتمع انتهينا من هذه الوحدة وفي الدرس القادم إن شاء الله سنقوم بحل أسئلة تقييم هذه الوحدة يعني شو تعلمنا لح نرجع نحل ونسبت المعلومات في أذهاننا إن شاء الله نلتقي في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرشوروز